تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة شديدة من دردش إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم اثنين على قناة سيلف سبورت الأكثر تنوعة من حيث أشكال وأفكار المحتم لسبوح هذا ما في مباريات بما أنه ما في مباريات لقيتها فرصة إني أتكلم عن شي نفسي أحكيه من يوم قمة السيتي وليفربول الأخيرة وربما من قبل ذلك بتعلق بجوارديولا أنا من الناس اللي بحب كثير جوارديولا وبعترف بفضله على كرة القدم لكن أيضا من الناس اللي بعرف إنه جوارديولا في داخله بيعتقد إنه أفضل مدرب في العالم مقتنع بذلك ربما يكون على حق لكنه عنده قناعة في ذلك وعنده قناعة ورغبة في إثبات ذلك وهذا من محفزات محاولته إنه يفرض أسلوبه على الآخرين ورفضه تغيير الأسلوب وجعل كرة القدم كأنها باتجاه واحد هو اتجاه فريقه لأنه بيؤمن إنه عنده قمة أفكار كرة القدم وجميعنا بنعرف إنه ما في حدا بيقدر يلعب ضد جوارديولا إلا يضطر يغير أسلوبه سواء فاز أو خسر أنت على الأقل عشان تزيد فرص واحتمال إنك تفوز عليه لازم تغير أسلوبك أو مش عشان تفوز عليه تطلع بأقل الخسائر هذا الشي صار مفروض بكرة القدم عام من عيشه من 2008 من أول ما باتبسك برشلونة لليوم للعلم ممكن يخسر ممكن يتعرض لنتائج ساحقة يتلقى 3 و 4 بس ما في قدر مدرب بكرة القدم يخلي جوارديولا جاهز نفسيا ومتهيئ ومستعد يستغني عن جزء من فلسفته ومن أفكاره إلا مدرب واحد في كرة القدم مدرب جدري يخلي جوارديولا يستغني عن جزء من أفكاره رغم أنه جوارديولا بيخليه هو أيضا يستغني عن جزء من أفكاره ويستغني عن جزء من فلسفته ومن قناعاته عشان الاثنين لما يضربوا ببعض بيكون تصادم قمة الأفكار بتكلم عن المدرب الوحيد اللي فرض نفسه على جوارديولا يورجين كروب وللعلم ما بقول إنه بينجح في أرض الملعب بسكر مساحة وبيغلق زوايا تمرير لا بنجح في عقل جوارديولا بدخل جوارديولا اللقاء وهو مستعد نفسيا وذهنيا يتنازل عن شيء من قناعاته عشان يواجه المدرب الألماني تشعر لما تشوف المباريات اللي صارت بينهم أيام ليفربول والسيتي إنه هو المدرب الوحيد اللي أقنع جوارديولا إنه فيه شيء في كرة القدم اسمه خوف فيه شيء في كرة القدم اسمه تراجع فيه شيء في كرة القدم تلعب باسلوب 20 دقيقة أنت مش متعود عليه عشان تطلع بأقل الخسائر أو تطلع بالنتيجة اللي بدك إياها خلانا نشوفه مستعد يلعب باحتكاك بدني عالي مش متعود عليه أو يلعب باسلوب دفاعي مش متعود عليه مدرب في نحيث النتائج كله قدري يتعادل مع جوارديولا تسعة بتسعة انتصارات لهذا وانتصارات لهذا وتعادل وأربعة مدرب فرض نفسه بالنتيجة فرض نفسه بالملعب فرض نفسه بعقل جوارديولا وهذا ما بيقلل من جوارديولا لأنه جوارديولا نفسه بيقول هذا الكلام لما فاز جوارديولا باللقب السنة الماضية خرج وصرح وقال أنا كلوب في دورتموند وكلوب في ليفربول جحلوني أفكر بكرة القدم من منظور آخر وجود يورجين بطورني شخصيا ولما ليفربول جاب الدوري طلع في تصريح شهير جوارديولا قال ليفربول هو أصعب خصم أنا واجهته في مسيرة الكروية كلها وكان يقصد ليفربول ذلك الموسم ووضح ذلك بتصريحه اللي جاب الدوري والسنة اللي قبلها اللي نافسوا لآخر أسبوع بمنافسة تاريخية جوارديولا بيشعر أنه كلوب صنع أصعب خصم إله عشان هيك هو بيقدر كلوب بشكل مختلف ربما السرعة إغلاق المساحات وربما التكتيك والانضباط والالتزام اللي بيخلقوا كلوب بالفرق لكن مش بس هيك أعتقد قدرة كلوب على التأثير الذهني بلاعبيه هو جزء من سر جوارديولا مع لاعبيه الشخصيين أيضا جوارديولا جزء من انتصاره مش بس الملعب ذهنية اللاعبين وأعتقد كلوب بوازيه في هذا التأثير الذهني وعشان هيك جوارديولا بيعتبره أصعب خصم لإله وللعلم وبتمنى تفهموا كلامي هون ما بيقول كلوب أعلى من جوارديولا بقول فيه مدرب قدر يخلي جوارديولا حط شوية رجليه على الأرض لأنه هو متفوق ساحق طاير فيه أرض الملعب فيه مدرب أقنعه إنه قرط القدم مش دايما باتجاهك بعض الأحيان تمضطر تكون مرن ويأخذ لجوارديولا المرونة يأخذ لجوارديولا الواقعية لما يواجه كلوب ومن ساعدتنا إحنا لاثنين إنهم لاثنين اصطدموا ببعض في دوري بضمن لك التقطيل الإعلامية بأفضل صورها الدوري الإنجليزي يورجين كلوب دائما حيكون إلو الفضل إنه المدرب اللي يخلي جوارديولا يشوف كورت القدم من منظور مختلف قليلا نوصل هون لنهاية دردش إنجليزية بدي أجوب بالتعليقات رأيكم بالكلام تركونا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله